اشتركوا في القناة في اسميتها وحرفيتها وصل بنا المقام إلى قولنا إذما هل هي اسم أو أنها حرف وذلك قوله فأما إذما فاختلف فيه سيبويه وغيره فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية وقال آخرون إنها ظرف زمان منشأ الاختلاف وين كلمة تستعمل نرى فيها ربطا بين شيئين يعني إذما تذهب أذهب إذما تقم أقم يظهر منها الربط بين مقدم وتالي ولا خلافة في هذا ويظهر منها اشتراط شيء بشيء ولا خلافة في هذا باعتبار إذما تقم أقم إذما تدرس أدرس أربط نفسي بفعلي بنفسك وفعلك الشرط ظاهر منها الترابط وثيق بينها فيها هذا لا خلافة عليه باعتبار إن من الشرطيات ما هو حرف مثل إن تدرس أدرس وإن من الشرطيات ما هو اسم مثل متى تدرس أدرس أليس كذلك فإذن لا نزاع على كون هذه اللفظة يعني لي إذما أنها تفيد ربطا بين شيئين ولا خلافة على أنها لاشتراط شيء بشيء إلى أي الشريحتين سننسبها إذما سننسبها إلى متى أم الشرطيات الإسمية لأنه متى إسم متى لا نزاع في إسميتها ومتى هي ظرف زمان هي ظرف زمان كلمة متى ظرف زمان أجيءك متى طلبت صحيح؟ ومتى تأتني آتيك ومتى تدرس تنجح متى لا خلافة في إسميتها ولا خلافة في استفادة الشرطية منها ركز بعض ولا خلافة في استفادة الزمان منها في حين معاً صحيح؟ متى تدرس أدرس أدرس يعني كأني قلت لك حينما تدرس أدرس وكأني قلت لك إن تدرس أدرس الشرطية واضحة فيها الربط واضح فيها والزمان ظاهر منها أليس كذلك؟ متى تدرس أدرس إذن هذا يسمى متى الشرطية؟ طيب عنا أختها إن الشرطية إن تدرس أدرس إن لا خلاف في استفادة المقدم والتالي والربط بينهما أليس كذلك؟ بس التفت ما فيها ريحة الزمن إلا من جهة اشتراط المستقبل لأن الشرطيات دائما استقبالية هم لا يشترط لواحد ماضي حتى لو جبت لك فعلان ماضيين مع إن بتحولوا أنت لا إش بالمعنى إلى مستقبل إن درست نجحت درست فعل ماضي ونجحت فعل ماضي لكن الشرط شو خلا المضمون استقبالي إن درست نجحت إن عبدت الله دخلت الجنة هذه جملة خبرية كينة؟ لا هذا استقبال الشرط لا يكون إلا في الاستقبال الآن صار واضح عنا يبا إذ ما تدرس أدرس هي لإن أقرب في الشرطيات الحرفية ولا لمتى أقرب في الشرطيات الحرفية في الشرطيات الإسمية إن وأخويتها حروف شرط شك؟ تعرفوهم ومتى وأخويتها أسماء شرط إذ ما شرطية بامتياز نح؟ ربطية كذلك بس هي إلى إن وأخويتها الحروف الشرطيات أقرب ولا إلى متى وأخويتها الشرطيات الإسمية أقرب اختلف القوم فيما بينهم ذهب سيبويل إلى كونها حرف شرط لماذا يا سيبويل؟ قال هي بمنزلة إن غاية ما يراد منها ربط شيء بشيء وأول الشرطيات إن وهي أم الباب فإذ ما تلحق بها فهي حرف وليست إسما نح؟ شو بدي يقول سيبويل يقول؟ سيبويل يقول غاية ما تفيدنا لفظة إذ ما ربط بين شرط ربطا بين شيئين شرط شيء بشيء وهذا من شيء شو؟ حسنتم الحروف هذه وظائف الحروف هذا توظيف إذ ما وإن وغيرها ولا نرى منها زيادة إفادة أكثر من الربط فهي حرف هذا رأي سيبويل قال الآخرون وهم كثر إنها اسم اسم ماذا؟ قال عمهلك أنت عم تقول يا سيبويل؟ أن إذ ما تفيد ربطا بس انتفت مش كل ما يفيد ربطا صار حرفا واضح؟ هذه تفيد ربطا نحن معك وهي للشرط نحن معك بس هي إلى متى الشرطية؟ مش إلى إن الشرطية؟ ليش؟ يا فراء يا سراء يا ابن السراج يا فارسي لماذا؟ قال ألا ترى فيها رائحة الزمن الشرطي؟ إذ ما تدرس أدرس كأني قلت لك حين ما تدرس أدرس والحين زمن كأني قلت لك متى تدرس أدرس والمتى يسأل فيها عن الزمن في الاستفهام وإذا اشترطت فيها تشترط زمنين ألا ترى هذا؟ فهي اسم شرط مش حرف شرط نحن اختلف القوم أمامنا فنحتار فيما نختار ما أنتم قائلون قلنا لكل واحد من الفريقين ادلي بحجتك بحجتك يعني كلام الأول لطيف كلام الثاني لطيف بس نحتار نحن ونختار بلا مرجح ما بجوز أنا عم بذكر هذا المعنى لأنه هو ذكر المصنف يعني لو أنه غضت طرف عنه لفعلته مثله بس هو ذكر هذا الخلاف وذكر هذا الوجوه كله اللي عم بذكر هذا فنحن سنحكم بينهما كيف على ما قلنا لهذه الزمنيين الاسميين كونها فيها ريحة الزمن هذه مش حجة لأنه كل الشرطيات حتى الحرطية فيها ريحة الزمن إن تدرس أدرس حرف يا أخي ما فيه ريحة الزمن للمستقبل قال له نحن مش هيك قصدنا لما منقلك فيها ريحة الزمن يزيدون فيها ويقولون إذ وضعت للزمن إذ ما شو هي هي إذ وما منيح إذ وما شلي ما بالله احذف ما شو أصل الكلمة إذ في عربي يشك بأن إذ كلمة وضعت لإفادة الزمن إذ وحين هذي كل زمانيات بامتياز يعني كي أنا بدي أقول لك يعرب حطها لأجل إفادة الزمن فأنت لما حطيت معاها ما وصارت إذ ما ماذا عدا مما بدأ يعرب حطها للزمن صرت بس صارت إذ ما صرت تشيك اللي تشيك هي حرف والله اسم ليش الشك ابقي ما كان كما كان إذ كانت للزمن وانضاف لها مش نحذف منها نضاف إلها نضاف إلها ما وماذا عدا مما بدأ كانت زمانية فتبقى زمانية وسبحان الله الباقي الذي لا يتغير وليش بك تغيرها له هذي هك عن بقوله لما قالوا لريحة الزمن مش أزل رائحة الزمن فيها هي للزمان لأن كلمة إذ هي للزمان واضح حكي لطيف فأنا وياكم رح نقتنع بأن إذ ما اسم بمعنى متى ليه للربط والاشتراط وللزمن المستفاد منها بل هي لفظة زمانية أصلا لأنه إذ زمانية يعني لما بقولك أنا جئتك إذ أمطرت شو كان يعني عم يقولك يعني جئتك حين أمطرت مش هيك واضحة إذ زمانية فإذا كلام القوم قوي فلا نذهب مذهب سيباويه في أنها حرف هيك نبين سمع سيباويه قال ابقاء شيء على حاله عند الشك مع بقائه بس إذا طرأ عليه تغيير معناته ما عاد في عندك حكم واحد ثابت بعطيك مثال أحد عشر شو اللي بنيها أحد عشر مركبة هي أحد وعشر لا أحد مبنية ولا عشر مبنية لحالها لما نندمجه سوا صاروا مبنيات هل في هذا شك إذ ما لما كانت إذ لحالها كان إلها معنى لما صارت إذ ما تغيرت إلى معنى آخر خير إن شاء الله هذا التغيير اللي صار أنت لا تنكره أن تبقي معناها الذي كان على ما هي عليه بعد دخول ما هذا تحكم تحكم بموت الدين يعني شغل كبير أنه ما تحط بذنبتك هي حرف والله اسم مختفت هذا تسأل عنه كأن الله عز وجل يسائلك ويطالبك بالحج ويطالبك بحجية أنت على ما ابتنات على حرفيتها أو اسميتها المهم يسيب ويحتاج على هذا الكلام مهتز وألعوذ بالله هذه حرفية يا أخي حرفية خير إن شاء الله والزمنية اللي كانت لأجلها وفيها ومنها وبها ومعها وكان فيها زمن قال لي إيه إذا قبل التغيير قبل دخول ما سيبوا حكيك ناقص بعد حكيك غير دقيق وضح لنا شو أصدك قال لي كو شو أصدك أنا عم فهم للقوم بإنه قبل دخول ما كان لها معنى وبعد دخول ما صار إلها معنى آخر فلا تستصحبوا يعني لا تبقوا الحكم الأديم على جديده كيف يا سيبوا يا شو أصدك قال أصد لما بتقول جئتك إذ كأنك عم تحكي عن الماضي وإذ ما صارت تحكي عن زمن بلا ريب استقبالي بلا شك ولا ريب شفت بتغير معنات ما مش بس من حيث الصورة إجت وغيرت لا حتى من حيث المعنى فلاش تقبل بأن إذ كانت زمانية جئتك إذ مريضة زيد يعني حين بالماضي وإذ ما للاستقبال لاش تقبل يا فراء يا مبرد لاش تقبل بأنها تبدلت في معناها ولا تقبل بأنها تبدلت في حرفيتها وإسميتها وضح الإشكال وضح البحث جيد فسيبوايه يقول فهذا التبدل في المعنى والاستعمال يعطينا أن إذ بهيئة غير هيئة إذ ما فإذ اسم وإذ ما حرف انتهى قال من بعد هذا الشرح ومن بعد هذا التفصيل كله التفت المصنف إلى نفسه وأنه أقحمنا فيما لا يجوز قال هذا البحث طويل عريض ولا يسعه هذا المختصر أنت لاش أبقيت شيئا ما ذكرته يعني من هذا التفصيل والاحتجاج النحوي قال فأما إذ ما فهي فاختلف فيه سيبويه وغيره فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة ان الشرطية وشرح تلك ان أم الباب هي حرف للربط إلى آخره فإذا قلت إذ ما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم وقال المبرد وابن الصراج والفارسي طبعا سيبويه والأقدم منهم زمنا السيبويه أقدم من الفارسي الفارسي بثلاثمئة وكسور أو أكثر سيبويه بزمن البرامكة وزمن هارون فأقدم قالوا بأنها ظرف زمان وأن المعنى في المثال الشرط منقبله الرابط منقبله بس ليش M بمعنى N لا هي معنى متى فهي اسم قالوا متى تقم أقم واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما بمعنى حين بلا شك بلا شك حت إذ هم بمعنى والاصل عدم التغيير خلص كمان الاصل عدم التغيير شوف هذي كمان ذمتهن قداش محطاطة وكذا انه بدني يدري بلكن يا علال نحوية حجاج نحوية من هالشكل جيد والاصل عدم التغيير واجيب اجيب دفاعا عن سبواه اجيب شو يعني اجيبه لمصلحة انها حرف لمصلحتي انها حرف بشو اجيب ان التغيير قد تحقق قطعا كانت اذ صارت اذما هذا من حيث الشكل ومن حيث المضمون كمان تغيرت كانت اذ اسم زماني ماضوي صارت اذما حرف شرطي استقبالي وهذا التغير ما بكفيكم كنت قولوا هذي مش هي لا هذي غير هي فكانت اسمه صارت حرف بدليل انها كانت للماضي فصارت للمستقبل فدل طيب ثم ماذا يعني لا ثبتت شو ثبتت العقيدة يعني ثبتت الدين قال ايه فدل على انها نزع منها وويلا نزع منها ذلك المعنى البتة يعني هذا المعنى الذي كانت تحمله اذ نزع منها والى الابد شغلها ايه يقول وفي هذا الجواب نظر ها كمان بعد عندك رد انت يا بن هشام كين بكتقول له يا سيبوايه عدل رأيك وعدل في الدين مشغلي هذي وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر يعني انو رأيك فيه النظري ركيكة نحن قادرين نرد بس نحن عم نشتغل بقطر الندى لو كنا في كتاب مغني اللبيب كتاب عن كتب الاعاريب لبن هشام كان شرحه اكثر وفصله اكثر خوفا على حياطة الدين جميل اذا لو سئلتم انتو عن اذما انها اسم او حرف جميل 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 كل حرف عند سيبوايه واسم عند غيره ولك ان تختار ولا ان تختار خلصنا من اذما مهما اسم ولا حرف اسم ولا حرف مهما مبينة كبيرة مبينة مقلفة من من اربع احرف مبنية ايه 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 فيش عنا مشكلة سنة في البناء والاعراب اغتي ما عنا مشكل فيها اذ مال مبنية اذ مش مبنية اذ معربة وتنون ايه ايه اذ بذاتها ايه معربة مهما اربع احرف حرف والله اسم يا اخي اسم اذا اسم شو معنيتها شيف الحرفي فيها فيها معنى الربط اسم اختلف القوم فيما بينهم فبين قائل باسميتها وبين قائل بحرفيتها مبدأ الخلاف اشرح قوله تعالى مهما تأتنا به من آية مهما تأتنا به من آية بين المعنى كل ما تأتنا به من آية اي شيء تأتنا به من اي شيء تجيئنا به اي شيء تجيئنا بها اوضح اي شيء تجلبه الينا لاش قلتلكون اوضح ركزه اي شيء اي آية تأتنا بها بعني عم بستعمل حرف الجر بها حط فعل يتعدى مباشرة قل اي آية تجلبها الينا هذي الها لا ونرجع لا اي آية لا اي آية مشاك كل آية رجع لها صحيح ركزه هلأ ارجوكم كل آية تجلبها لنا تأتنا بها تأتنا بها الها رجع لها للمأتي به يعني للآية بشاك جميل الاية ما كانت كل شيء كل آية الاية كانت مهما طيب مهما تأتنا به من آية بالشرح اللي بيانتلكون اياه كل شيء تأتنا به كل شيء تجلبه لنا تجلبه تأتنا به لو نرجع لها لشيء تقدم هذا الشيء اللي قد تقدم شو لازم يكون اسم احسنت لان الضمير يجب ان يعود الى اسم خذ الاية الشريفة بالفاظها المباركة شو هي مهما تأتنا به من آية به وهي بلله هذه الهاء لو انرجع هذا ضمير عود الضمير الى اسم حصران مرجع الضمير اين هو ما تقدم عنا ولا لفظ يعود له الضمير يا اخي الا كلمة مهما فاذا مهما بقوة كل شيء بقوة اي شيء بقوة اي آية تأتينا بها تجلبها لنا لاش عمقول بقوة اي آية لان اي لفظة اية مذكورة في الجمل الشريفة الشيء مهم حط مطرح شاء كلمة آية اي شيء تأتينا به من الآيات فاذا نقول اي آية كلام لطيف نبين انه صحيح الاية الشريفة اي آية تأتينا بها تجلبها اذا الها بده يرجع الى عاء بده يرجع الى مرجع بسموه الضمير يعود الى اسم بلا رين وين عاد الضمير ما فعلنا الا تأتينا وهذا فعل لوان بده يرجع بالله قالوا لابد لابد ان يرجع الى اسم وهو هنا حصرا كلمة مهما فاذا مهما اسم بامتياز بلا شو تقدير اذا كان هذا الاسم شو تقديره يه قدروا انت باستياد بسموه المعنى المصطاد يعني عم نحكي مهما كلمة شيء مش موهمة بلا موهمة يدل عليها ويوضح المراد منها السياق السياق لفظة عامة يتضح المراد منها حصصان من معنى من سياق الجملة اذا كلمة مهما يعني بقوة كل شيء كل آية كل رجل كل وهذا حكي حلو لطيف هذا الكلام يؤدي بنا الى القول باسمية اذما باسمية مهما كلام سليم سمعك واحد اسمه ابن يسعون واخر السهيلي وانتفضا انتفاضة دفاع عن اللغة وضادها عن القيم والدنيا كلها شو قالوا قالوا يا حرف يا اخي ليه يعني انتو شون تقس من دينكن شون تقس من معاملتكن شون تقس من حالكن اذا قلنا باسميتها قالوا ليجو طيب مش اسم شو بدأ تكون قالوا حرف اخي اعطينا شي دليل هيك دغدغلنا المعلومة بشكل يخلصنا من تقريرنا لاذما لمهما تأتينا به من ايام احنا في منها انا اسم قال اياني بطيت قال زهير وهو من الجاهليين اللي اجادوا فيما افادوا في بعض اشعارهم وكان يقول ومهما تكون هذا احتشح البيت بيت لطيف ومهما تكون عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم خليقة يعني طبيعة يعني خلق يعني اي شيء عند الانسان من خلق من طبع من سليقة سيعلم هالناس وان خالها انها خافية هذه جملة وان خالها تخفى على الناس اعتراضية بن قوسين اذا حط ومهما يكن عند امرئ من خليقة تعلم وان خالها تخفى على الناس وهنا حكمة لطيفة ان كثيرين من الناس يبطنون الخيرات ويحسنون العلاقات بينهم وبين الله عز وجل بالسر يتصدقون افعالهم الخير هادئ بصمت فاذا بربك عز وجل يشهر فضلهم ارادوا كتمانا لفضل فنشر الله عز وجل اريجا من سرهم وان خالها تخفى على الناس تعلم دين علي بن ابي طالب في جله سري والله عز وجل نشره للكون اظهره وعفكرة كل ما يكثر حساد العظماء كل ما تنتشر فضائلهم والله عز وجل اذا اراد نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي يعني الله سبحانه وعلى اراد نشر فضائل علي عليه الصلاة والسلام فصلت الله على فضائل علي حساد امية وامثالهم فمن حقدهم وحسدهم نشروها بارادة الاهانة بارادة من ارادة الاهانة تعرفوا انه يقولون انه عاليا كان يفعل كذا وكذا وكذا هذا مش صحيح لانه خلص نشر القضية على كل حال ومهما يكن عند امرئ من خليقة من طبيعة من صليقة وان خالها انها خافية على الناس اعراب تعلم بلا ريب مضارع مجزوم مهما هي الجزمة مهما هي الجزمة ومهما اداة شرط يا اخي نحن ما عنا شك في شرطيتها ليه مهما اداة شرط وشرطية بتجزم فعلين مهما يكون تعلم مهما تأتنا شو اللي جيزم تأتنا هي هي اداة الشرط وارحة مهما تكن اكن مهما تدرس تفز مهما تفعل من خيرات فانت مقصر الفا شو هي هون فا الجزاء مهما تفعل فانت مهما تعبد تؤجر فعله جزاء اذا مهما شرطية بس كلامنا اسمية ولا حرفية فهمنا بمهما تأتنا به من آية فهمنا اسميتها ابن يسعون وواحد آخر قالوا لا ايضا حرف قلني لو نشد لي لاش اهتزيتوا انتوا اهتزيتوا كثير بحرفيتها تعتر جمولنا لنشوف قالوا هن استدلوا بكلام الله عز وجل وهو كلام العرب ونحن نستدل بكلام العرب على على حرفيتها ياخي انتوا مش موافقين معنا بانه الاية معناتها قالوا بلى بس ما في ضير ان يكون معنى الاية هكذا بس هي حرف نستشهد لكم ببيت من الشعر شو هو قالوا قوله زهير زهير شو قال قال ومهما يكن طبعا زهير من ابي سلمة هذا القديم صاحب الشهرة رائدة طبعا بتعرفوا ليس سموهم هذ المشهورات من القصائد سموها معلقات ليش كذا احتمال احتمال اخر يعني بذكروا معنايين لانها تعلق في الابهان ولا تنسى وصارت بها العرب على الاجيال في سموها المعلقات طبعا المعلقات اشهرها سبع وبعضهم اوصلها الى عشر قال معلقات العشر يعني تعلق على الكعبة عشرة معلقات بس المشهور منهم سبعة بس المشهور المعروف القول سبعة اللي علقت مش عشرة على كل زهير بن ابي سلم واحد منهم به ايه جاهليين نعم نعم جاهليون وفيهم وعليهم كانت تحدي بالقرآن الكريم على هالمجد هذا على الاوج هذا في اوج عنفوان ادبهم وتحديهم وكانت الرياسة والزعامة والريادة مبنية على مثل هذا التفاضل الادبي نزل القرآن الكريم اقول شو قال زهير قال مهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمين شو الشاهد فيه شو بدي يستشهد فيها لابن يسعون قال من خليقة من خليقة اسم مجرور مضبوط بس اللي جار وشو هو من هذا من حرف جار ز ادي اخي بدليل جواز حذ فيه وبقاء معناه مثل ما بقى لك ان تزوج من المؤمنة يعني تزوج المؤمنة تزوج بالصالحة تزوج من الصالحة تزوج الصالحة معناه واحد فيه توكيدات وفيه حروف تأتي بمعاني زائدات صحيح ما عندي من احد ما زارني من احد يا اخي هذا المن مبين زائد شيله ما زارني احد المعنى مستقيم المعنى صحيح البيت هون يقول مهما يكن تكن عند مريء من خليقة يعني مهما يكن عند مريء طبع يعني مهما يكن طبع عند احد مهما يكن خلق عند احد اذا من حرب جر زائد جميل اذا من خليقة صارت خليقة خليقة شو بصر اعراب هبالله مهما تكن خليقة اسم تكن مهما يكن طبع طبع اسم يكن يكون طبع لديك ان تفعل كذا وكذا اذا طبع اسم خليقة اسم مهما يكن خليقة اذا هي اسم يكن اي صحيح اذا كنا قلنا هكذا كيف نستفيد حرفيتها قال اكبر بس رجل لنمو فيه نشير نمع اد فاذا اذا كان مهما يكن عند امريئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم صار المعنى واضح وكونها اسم يتعين خلو الفعل من الضمير يعني اسم يكون ممكن يكون اسم ظاهر وممكن يكون ضمير عائد صحيح الكلام بيقلك يكون الله عليما هذا لفظ الجلالة المقدس هذا اسم صحيح مرة بقول الله يكون حفيظا علينا صار اسم يكون اسم يكون هو ضمير عائد على لفظ الجلالة صحيح فاذا اكتفى الفعل باسمه او اكتفى الفعل بفاعله خلا من الضمير قام الطفل من نومه مذعورا الفعل معب بالضمير لا الفعل فارغ من الضمير ليه لاخذه الفاعل الظاهري قام الطفل الطفل قام من نومه الفعل فارغ الفعل يحمل ضميرا يعود على الطفل يكون مثلها يكون الله عليما الله يكون عليما اذا اعتبرنا خليقه اسم يكون معناته يكون ما عاد فيها ضمير لانها اكتفت واخذت اسمها لهو خليقة صحيح الكلام صحيح شو استفدنا من هذا هصاروا مقطتين مقدمتين وبعدنا ما استفدنا قال كمل هذي هذي مهما اللي جاي بالأول عبثوا لغو والله إلها معنى إلها معنى مش عبثية ولا لغوية إذا كانت الكلمة في أول الجملة في أول الجملة كلمة في أول الجملة وكانت الكلمة اللي بأول الجملة اسم شو بتختار لها إعراب انت مبتدأ حسنت جيد تختار لها الابتداء وما رح تكون ملغات كلام صحيح يقول إذا جعلتها كلمة إذا جعلت كلمة مهما مبتدأ يجب أن يكون لها خبر والخبر جاي جملة وهذه الجملة أجنبية عن مبتدأها بالمرأة أعيد أعيد الوالد كريم شو إعراب مبتدأ وخبر الوالد ولده مؤمن شو إعراب الوالد مبتدأ ولده ومؤمن خبر مبتدأ الثاني والجملة خبر مبتدأ الأول صح صح لكن كيف جاز أن نخبر بجملة تام مستقلة عن مبتدأ أجنبي عنها قالوا رفعنا الأجنبية بالضمير شو هو الضمير الوالد ولده مؤمن هذا هذا اله رجع لوين على المبتدأ فصح أن تخبر بجملة عن اسم إذن لا بد أن يكون بين الخبر اللي هو جملة وبين المبتدأ يكون في رابط هذا يسموه رابط إذا كانت مهما هون في البيت اسم يجب أن تكون لأنها في أول كلام مبتدأ وإذا كانت مبتدأ يجب أن يكون لها خبر وإذا كان يجب أن يكون لها خبر لازم الجملة اللي وراها كلها تكون خبر وإذا كانت الجملة اللي وراها خبر لازم يكون في رابط بينها وبين المبتدأ وما في رابط ما في ضمير يعود إليها ما في رابط يعود عليها مهما يكون عند انريء خليقة وإن خالها يعني خال خليقة يعني تفكر حسب ما في أي بهذه الجملة المتأخرة يعود على كلمة مهما فهل يعقل أن يكون اسم جي مبتدأ ويخبر عنه بجملة بلا رابط لا إذن احترنا فمهما هي مبتدأ لازم يكون له خبر الخبر مفقود والرابط معدوم فمعنيته ليست بمبتدأ إذا ما كانت مبتدأ شو بدأ تكون وهي في أول الكلام قالوا إذن نتبنى أنها حرف حتى نخلص من هذه الإشكالات كلها هذا بسموه استدلال بوجه عدمي يعني بعدم صلاحيتها للإسمية ثبت خبريتها بعدم الجواز كونها اسم بالقواعد النحوية ما صح كونها اسما فيتعين كونها حرفا نحن مش موفئين أصلا على حرفيتها نحن ذاهبون إلى اسميتها وهي اسم شرط بامتياز واضح جدا وابن هشام يميل إلى هذا ويصرح والتحقيق أنها اسم هو بكلمته سيأتي بآخر هذا الفصل يقول والتحقيق أنها أن اسم تكون مستتر ومن خليقة تفسير لمهما شو يعني أنا قبل شوي شو قلت لكم مهما تأتينا به يعني كل آية كل شيء من الآيات كل لقى كرامة تأتينا بها شليش عمفسر مهما بعنوان كرامة وآية لأن الصياق يفسرها شو يعني أصدي قول أصدي قول مهما مثل كلمة شيء عامة مبهمة يفسرها صياقها هوني كلمة مهما يكن عند امرئ من خليقة ألا ترى كأنه قال كل الطبائع وإن خلتها تعلم يقول هكذا مهما يكن عند امرئ من خليقة كأنه قال كل طبيعة عند الإنسان وإن فكر أنها تخفى هي ستعلم كل آية تأتينا بها إلى آخره اسم واضح جدا وصريح إذن مهما اسم يفسره السياق وجاي مبتدأ والجمل اللي بعده خبر بتقلي ورطنا بالرابط كلها إيه اسم تكون فبيكون هو ضمير يعود على كل شيء خلته كل شيء يكون عندك إذن في روابط بينها وبين الجملة يعود عليها فتكون مبتدآ عبارة عبارة أوضح مهما يكون عند امرئ من خليقة كأني قلت لك كل الخلائق التي تكون كل الأشياء التي تكون عندك من الخلائق كلمة من الخلائق بيسموه تفسير للمبهم هذي كثير بلغة العرب يعني كل الأشياء من الصالحات كلمة من الصالحات بيانية تفسيرية فإذن من خليقة من اللي قال لك أنه حرف جرزائد هذة من هذة من بياني إذا كان بله من بيانية من شارحة من تفصيلية ما بد يكون في اسم مبهم مرة قبلها بلى شو الاسم المبهم هو كل شيء وضحت إن شاء الله فإذن قال كل شيء يكون عندك كلمة يكون وين اسمها ضمير مستطر يعود على شيء أعيد أنتوا جاوبون حتى اللي يعرف أنه وضحت عندكم كل طبع يكون عندك وإن خلته يخفى هو معلوم كل طبع يكون عندك يكون وين اسم ها ضمير كل طبع يكون عندك يكون عندك كل طبع يكون عندك إذن يكون فيها ضمير يعود على طبع حط مطرح طبع كلمة شيء كل شيء يكون عندك وإن خلته خافيا هو معلوم كل شيء يكون عندك جملة ركيكة غير واضحة المراد كل شيء من ماذا قال كل شيء يكون عندك من الطبائع من الخليقة إذن من الخليقة للتوضيح للتفسير كل شيء يكون عندك من الطبائع وإن خلته خافيا هو معلوم فإذن كلمة يكون فيها ضمير يعود على شيء على مهما لأنه مهما صارت بقوة كل شيء صحيح كل شيء بقوة مهما مهما يكون عندك من الخلائق لأنه مهما يكون عندك من الشو من الطبائع من الأموال من الأجساد من الأديان خلي نفسرها قال لا من الطبائع كل ما يكون عندك من خليقة فإذن من حرف جر وظيفته البيان كل خاتم أو خاتم لديك يجوز لبسه لا غلط لأنه في خواتم عندك لا يجوز لبسها في الصلاة للرجال وتبطل الصلاة به وذهب فإذن حتى يكون جملت صحيح أريد كل خاتم عندك من معدن غير الذهب كل خاتم من فضة يستحب الصلاة إذن من فضة من حديد من خليقة من بيانية لا يستغنى عنها وتقول حرف جر زائد لا يستغنى عنها فإذن من حرف جر وحديد خليقة طبع مجرور وظيفة الجر والمجرور هون بيان للمهم للمبهم لهو كلمة مهم فإذن مهم مبتدأ يكن عند مرئ من خليقة جملة كاليتها جملة فعلية خبر لمهم لهي بقوة كل شيء والرابط بين المبتدأ والجملة هو الاسم العائد المكنون في كلمة يكون مهما يكون عند مرئ من خليقة وضحة إن شاء الله وأما ما المصدرية يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلاة ومهما